إذن أستاذ فدوا بغينا نعكفه أول شي شنوية الأهمية ديال تحفيز الجهاز المناعي. والله دونك آآ جهاز المناعة هو جهاز خلق الله سبحانه وتعالى في الجسم ديال الإنسان. باش يقاوم الأمراض وباش يقاوم الفيروسات واختارينا هاد الموضوع مع هاد الوقيتة آآ باش لأن هاد الوقيتة اللي كيكون فصل الشتاء محتاجين بزاف أن المناعة تكون قوية نظرا اللي كيكون الفيروسات ديال برد كتار ومع الوضايرة هنا ديال وابا آآ كوفيد ديجنف فاله هاد هي الوقيتة اللي الجسم ديالنا محتاج يكون آآ قوي والمنعة دياله قوية دونك آآ فهو هاد الجهاز خسنا نحافظو عليه دو التنزنطان و دائما نردو البال معه نمط العيش ديالنا كامل أصاف واغا ماشي غير تغذية تغذية الثاني ما آآ طبعا نراها كتلعب واحد دور كبير ولكن كنا عوامي الخراب يعني آآ رأي مو مرسة الرياضة نوم الجهيد ولا أخد قسط كافي من الرائحة وما إلى ذلك وشينا بالتوتر والقلق وما إلى غير ذلك هاد شي كل شي كيأثر على جهاز المنعة ديالنا وخسنا نردو معه البال إذا آآ شنوية المواد اللي لازم تاخده وحنا نتكلمنا على فصل الشتاء وقونا بأن هاز المناعي ديالنا يعني تكون هشيش خسنا نساعده ونعاونه باش أنه يقدر يقاوم الفيروسات ويقاوم البكتريا وكل هاد الامراض لتجييد يالله غريب وما غير ذلك إذا شنوية المواد اللي لازم تاخدها واخا آآ بالنسبة التغذية فصل الشتاء فبعيد على الفكرة اللي كتقول آآ راح خسنا نتناولو سعورات حرارية كبيرة باش باش نسخنو لبوالا باش نتكون عنا طاقة كبيرة باش نسخنو لباش يدفى الجسم فهذا غلط آآ خسنا نناخدو آآ أغذية اللي عندها جودة واللي كتتسخي الجسم ماشي بدرورة تكون سعورات حرارية كبيرة باش ما ننطيحوش في الوزن السائد دونك خسنا نغير نديرو إنسيلكسيون واحد لو شوى دي الأغذية اللي آآ كتسخنو كتدفى الجسم دونك هاد الأغذية هادي أول حاجة غدي ندكرها هي الخوضر دونك غدي نلاحظوا بأن هاد الموسم هادا سيببابا غزاغ أن الله سبحانه وتعالى بنوش الخوضر في هاد الموسم وفي هاد الشتاء في هاد البرد علش كي بنو الخوضر في هاد البرد ومتي بنوش فاصل آخر وعلش كين برتقال في هاد البرد وما كينش فاصل آخر لأنه كان حكمة لأنه ربي ملي خلق جسم دي الإنسان عرف شنو خلق فيه وخلق ليه الغداء المنسب للجسم دياله لكل فصل ووالا لكل الاحتياجات دي الإنسان كتختلف من فصل الآخر دونك أوتوماتيكمو الخوضر والفوكيه اللي كتوجد في هاد الوقت راها مادابتي ومكيفة على حسب الحاجيات الغدائية دي الإنسان في هاد الوقت دونك غدي نهدر على الخوضر إلا لاحظنا السوق ديال نراه راكينا إنفاغيات ديال دونك ديال نوع ديال الخوضر راسي بابا غازار خاص الإنسان يستاغل هاد الوفرة ديال الخوضر اللي كينا في هاد الفصل هادا كينا إلا لاحظنا الخوضر اللي عندها الجذور يعني بحل الجازار كينا اللفت كينا الشمندر الأحمر الباربة كينا دونك هاد الاغدية راها هادي كد في الجسم وندروها على شكل شوربات دونك ديال نديرول الشوربات بزف انسي يضغط شربة هي تتخل وفي نفس الوقت تترتب بجسم الداخل لأنها عمر بالماء تماما تماما كترتب الجسم باش ما يكونش سيش لأنه مثلا بقاوش نحسوه بالعطشة جوكو الماء نحسوه بالعطشة جوكو الماء يعني في فصل الشيطاء ما تبقوش نشربو الماء بحل مثلا نقوله فصل السيف تماما دونك الشوربات غادي كون فيهم الماء وفي نفس الوقت غانيين بالأملحين بعدينية والفيتامينات وتايدفيو كما قلتي وما كانش سعورات حرارية دونك ما غاديش نطحو في سميتو دونك أبجيكتيف غاليزو بجيكتيف المزيني كان كلو معلقوهم في هاد الخودر شوربات ديال الخودر دونك نعتامدو كما قلنا على القرعة الحمرة على القرعة الخضراء على الخودر اللي عندها الجوذور اللي ذكرنا قليلا الكاروت خيزو الليفت الشمدر الأحمار الكرافس القصبور الربيع والكرافس دونك هاد شي خسنا نركزو على هاد الشوربات بززف و بغيت نشير هنا بسكو هادرنا على الشوربات على البويان غادي نهدر على واحد لغوسيت ليه البويان دوس المراق العيدام المراقه ديال العيدام هي هاد لغوسيت هاد الي كان تقديمه كانت ضميق في مقابل تاريخ كان الإنسان في مقابل تاريخ كان شصور يعني يسطاد الفرائس ودفو يقدر ما يميلقه ولو كان كي يتمد يلقى العدام كبما ولا كان كي يتمد هالي أنا كانت إني سيدي كان عندو المنكو الاحتياج إنما عندوش ما يأكل ما هي في الحقيقة رحا غانية بالأمل ذاك شي ما كيش في الحم كين في العظم رحا غانية بالأمل الحمادينية وغانية بزاف دي الحويج ليه مفيدة نقين واحد لغوثات اللي غادي نقولها المستمعين باش يعتمدوا هذي لي إذن السيدات اللي تستمعوني وجدوك خوستيلو راكينا واحد لغوثات اللي هي قديمة لكن دائما صالحة لأن الأهمية ديالها تماما هو ديالها في الحريرة المغربية كنديرو العدم راسي بافي بغازا حتى يرهجت من لازنسيقته من الأسلف ديالنا نديرو العدم في الحريرة مدابا غادي نيرو أمبوية اللي هو كتدر واحد لكويسان لنك واحد يطويلة شي شوية باش يلا هذك العدم كيتفرسط وكيتلق هذك اللي كمبوزانت اللي فيه يعني غان مشو عند القزار غان قولو يعطينا عدمات اللي تيسلحونا الشربات وغادي ناخده وتاخد العدم وتتخوي عليهم الماء وتترقدهم واحد شوية في فلوفينيقر ديال سيدخ خلتفاح مكانش أربما غير الخل العادي وليس من الأفضل خلتفاح لانه حتى هو عنده الأهمية دياله وعنده مكونات اللي يصال حل الجسم دياله هو بلوتو كيعاون باش يخرجوا هذو كليمينيرو داكور كيترقد واحد ساعة ولا واحد ساعتين في داكلمة من بعد كنجو نشعلو على داكلمة كي يسخن حتى كي يغلع حتى كي وصل درجة الغلايين من بعد كنبدو هذي كتلع واحد لا موس كنبدو نحيدوها بشوية شوية من بعد كنزيدو الخضراء الخضراء اللي يقدرون نديرو راقدرون نديرو التوما والبصلارة السي الخضراء التوما والبصلارة عندهم لقاع كي يغلعون المناعة ديال الجسم خلاص إلا كانت يقلب سلا صغرا كالواحد يدي تقلب سلا صغرا كي يبقوا هكاك صحاح مزيانين مزيانين والا، البروغو الكرافس، طوزكو والخضراء عندكم الاختيار خيزو الليفت كل هاد الاشياء نقدرون نديرو لازربي عروماتيك يعني ورقة سيدنا موسا زعتارس عترة و الملحة والزيبيس ويجعله بزار ويجعل السكن جبير لانه هو كيسخن رغتي أحضروا عليه الخرقوم ربما يجعله ربما يدون و في الحصول يخرج الثواء للمواد في الخرقوم لانها مهمة جدا ولكن نحوضه ذي قام بفقائه و مهيلة ولكن النصار عزيزيته القيام بساعة حتى يطلق كتولي بحل جيلاتينوز كتولي هذيك البويون كيولي شوية عاقد شوية معي لك شوية لازيج واحد شوية باش كنعرفو راه طلق لجيلاتين اللي في العدم راه طلق الكولاجين اللي في العدم وهاد شي كلو مزين العدم ديالنا احنا مم لجان اللي عندهم المشكل ديال العدم والمفاصيل والاختخوز راه كيتسولاجاو عندهم الحريق فاش كياخدو هاد البويون دوس ما كيبقاش داك الحريق فاش كيكون عندهم مشكل في العدمات ووالا دونك اللي زيف في دير هاد البويون مزيانين بزار اذا مين تتقول لي تبقى ساعات يعني ديك الخضارة هي ديك ما تتبقاش بينها فهي تاييسة بحل تتاهراء تاييسة بحل تتاهراء وغبما بحل تتطحن بسك هادوك الخضارة كيحيدو وكنصفو هادوك ناخدو البويون اذا ديك الخضارة احنا ياخدين فقط غير المواد اللي فيها تنزولوها وتنزولو العدم وتناخدو فقط غير ديك الماء غير المالي وبويون وكنصفو وكنصفو نقدرو نحفظو في الموج ميد كيقدر يبقى حتى الست شهور في الموج ميد وكيفاش يتشربو واش ناخدوه بحل غرب هكب مع القمرة ما غنجبدو مع القاواش تنشربوه بزلاية يعني كيفاش لا تنزيدوها الى اللي بخيباراتيان ديانا يعني لكن غنصيب الشربة ديال الخوضر تنزيدو حدو جمع القات ولا ثلاثة مثلا من ديك الحقيقالة مام شوز نزيد شوية ووالا تنزيدو فتحضيرات ديانا وكن نديرو القدر الكافي اللي غنديرو في الموج ميد واحد شوية 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 كل مرة كنجبدو هو نديرو في ديك اللي باك ديالي غلاسان كل مرة نجبدو نجبدو هادا علاش للا علاش للا تهدي فكرة